السقوط البشير لا يعني نهاية المشوار ثمت في الطريق عوائق وصعوبات لا بد من تجاوزها حتى تؤتي الثورة أكلها باقون هنا معتصمون لن يبرحوا الساحات العامة حتى تسلم السلطة إلى حكومة مدنية فلهم في تجارب ثورات من سبقوهم عبرة والعسكر لا تؤمن جوانبه والراكبون بموجة ثورات كثر وإن أظهروا الإيمان بأهدافها ألاف السودانيين وعلى مدار اليوم يتظاهرون في الساحات العامة وقرب المراكز السيادية المجلس العسكري الانتقالي ضاق ذرعا بالحراك المستمر فانتقد آليته ودعا إلى تخفيف حدة التظاهرات وفتح الطرقات واصفا مشهد الحراك بالحالة السلبية التي تنتهك سيادة الدولة وتعرقل سير الحياة وتؤثر على الواقع الاقتصادي وليس هناك على ما يبدو أي مؤشرات على الأرض توحي بنية المتظاهرين الاستجابة لدعوات المجلس كما أوقفوا حواراتهم مع العسكريين لعدم توفر ضمانات كافية لتشكيل حكومة مدنية سريعا متهمين المجلس بأنه امتداد لنظام البشير حيث لا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل البشير نقطة الخلاف الرئيسة بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات وبينما شكل قادة الجيش مجلسا انتقاليا لقيادة المرحلة الحالية لمدة عامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية لا إمكانية ضم بعض المدنيين له مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة تدفع المعارضة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون الغلبة فيه للمدنيين ويضم بعض العسكريين مع رفض تام لمشاركة الأحزاب والقوى التي كانت جزءا من النظام على غرار حزب المؤتمر الشعبي قلق حقيقي من أن تقود عمليات الشد بين المجلس العسكري والحراك إلى دخول السودان في منزلق خطير حيث يرى مراقبون أن بعض مطالب قادة المعارضة غير واقعية إذ ليس من السهولة التخلص من إرث ثلاثين سنة من حكم البشير كما أن التغيير يأتي بشكل متدرج خاصة مع تعقيد المشهد في هذا البلد